مرحبا بكم في قناة تحفة يوب أخبار اليوم العنوين لن تصدق ماذا فعلت زوبي داع السلو والدعبسو بنغرينا وجلالي سوفيان وغيرهم في تسعين سوى الأموال التي يأخذونها دون علم الشعب إلى حد اليوم راشد نكاز يقلب الطاولة ويرد على مهاجم الجيش وأن تلك الأطراف تساعدها الأزمة التي تمر بها البلاد إلى درجة كون معارضين في الخارج يجنون ألف دولارات يوميا من خلال بت عبر صفحتهم التي يطلون عبرها يوميا والأموال الضخمة التي يجمعونها في البايبال والباتريون والتبرعات كلها تذهب لحسابتهم بخداعهم للجزائريين الذين يضيعون وقتهم في سماعي لهم يوميا وهذا ما يفسر مهاجمة أمير ديزاد وزيطر لينكاز المفاجأة المدوية والصادمة التي كشفها عبدالوهاب بن زايم حيث قال أن أعضاء المجلس الانتقالي الذين تم تعينهم من 1992 إلى 1997 أمضوا على قانون غريب قاموا بوضعه بأنفسهم وهو أنهم يبقون يتقالون راتب 40 مليون شهريا لمدى الحياس ومن بين هؤلاء على رأسهم زبيد عسون وجمل ولد عباس المسجون عبدالقادر منغرينا وجلالي سوفيان ساعد بن حبيلس عبدالمجيد بنصر وغيرهم الكثير ما سبب صدمة لكل شعب الجزائري من هذه المعلومات الصدمة والتي كانت خفية على الجامعة كما طلبوا السلطة بتدخل في هذه القضية وتوقف حصولهم على هذه المبالغ الضخمة منذ 90 شهريا دون فعل شيء وهذه المعلومة أيضا ودعت المعنيين في موقف محرش جدا وفضحتهم خاصة شخصيات مثل المدعوز بداستو التي تدعي أنها من الأحرار والكل يبحث عن مصالحه والشعب أصلا يرفضها ويندد بتصريحتها المستفزة خاصة مهاجمتها المستمرة لدين الإسلام الحالي في محصرتهم بالأسئلة بداية يتربع الإخوة كوننا فعلا ملف ضغم ومعهم عدد كبير من الإطارات والوزارة أولا تم الكشف عن مفاجأة مدوية خلال بداية الجلسة وهي بكون اتصالات الجزائر رفعت لهم تعويض بـ 181 مليار سنسيم في صفقة لم تنجز أصلا وهو شيء عجيب والأغرب أنه سكرر كثيرا فحسب ما كشف في الجلسة إنهم استفادوا من عدة مشاريع وصفقات في مختلف القطاعات في بداية الجلسة طلب كوننا فمن القاضي يسمح له التكلم بالفرنسية إلا أن طلبه رفض وطلب منه التكلم بالعربية العامية ومن هنا تبدأ الأسئلة القوية حيث واجهته بعدم تسديد فوثي 14 الملاير وتنزلت بألف الملاير ليرد الأخير قائلا أنه لا يعلم جيدا بخصوص ذلك وأنه لا يستذكر جيدا ثم وجهته بكونه تم إلغاء ديون بعشر ملاير من مديرية أملك الدولة ليجبها مجددا بأنه لا يستذكر وغير متأكد من ذلك كونه لم يطلع على الوتائق حسب كلامه واعترف رد كونناف بحصوله على تعويض بـ 120 مليار سنسيم في قضية شركة كوغرا الرأي والطاقة والمناجم والنقل ومؤسسة اتصالات الجزائر بالملاير إحصاؤها يطول خصوصا مع المؤسسة العمومية الكثيرة التي دفاروا بها الأغرب أيضا حسب ما ذكرت الشرق والبلاد هو كون الرد كونناف حول الظهور بكونه لا يتذكر قيمة المشاريع ولا العقارات التي استفاد منها فهي كثيرة وعلى أشكال مختلفة المحاكمة هذه ستستمر 15 يوما 14 وزير يحكم معهم وهناك 45 شركة متابعة كشخص معنوي الالجي القضية كشفت لهم أيضا عن عدم دفعهم لمستحقات تخص عقار دخم بـ 64 ألف متر مربع بالعاصمة منذ 2008 وثم مسح ديونهم وهو أمر غريب جدا ليرد مدعيا أنهم كانوا يدفعون المستحقات واعترف أيضا باستفادته من 88 ألف متر مربع بميناء وهران ووجهته بطلبه توسيع بـ 1000 متر حيث سألته كيف تمح المشكلة في ستة أيام فقط ليرد بقوله لا أدري وسألته عن كيفية استفادته من أوعي عقارية بميناء جيجل ليرد بقوله أنه لا يدري بخصوص ما كشفته الصحفة الأمريكية مؤخرا عن قيم علي حدد بدفع 10 ملايين دولار للوبي ضغط أمريكي بالرغم من أنه لا يزال محبوث ما زالوا في السجن ومئات ملايين تحم ملايين دولارات تتوزع في الخارج حيث تكفلت السيكريتيرا الخاصة به في فرنسا من دفع هذا المبلغ الضخم من أموال حدد المهربة خارج الجزائر حيث توعد الرئيس بون بمحاسبة كل مسؤولين متسائلا في ذات الحين من هرب تلك الأموال ومن أعطى الأوامر لدفعها ومن أوصل الأوامر من داخل السجن كذلك إلى الخارج كي يتم دفع الأموال طائلة لتلك الجهاز من سجن الحراش في الجزائر العاصمة إلى سجن تزالت ببسنه وزميله طحكت أكدا تم تحوله للسجن في ولاية بعيدة والأحكام تتركم عليهم وملفات جديدة ستفته لتعصف بأمانهم كليا مع العلم أن علي حدد لحد الآن عليه حكما الأول بـ 18 سنة والتاني بـ 17 سنة ولتذكر علي حدد والرئيس الحالي تبون ماضيا وتحديدا في 2017 كان في حالة عداء شديدة وصلت لحد قول حدد عن تبون بأنه غول وظالم وهذا نظرا لكون تبون كان حينها وزيرا أولا وطرد علي حدد وعزله من السلطة هو وبعد زملائه من الرجال المال فاسد لكن بعدها بأيام فقط تم إقالة بون من مصب الوزير الأول بقرار من السعيد بوزفليقة أنذاك لأن حدد كان الصديق المقرب من السعيد بوزفليقة ولم يتحمل المساس به أين كان يقدم له تروت الجزائر على الطبق من دهب هذا وأكد الرئيس بون مؤخرا أن العصابة المحبوسة والمسؤولين السابقين ومختلف رجال الأعمال يحاولون الضغط وخلق البلبلة لأن الفوضى تساعدهم وتشكيك في العدالة هدفهم فليس حدد وحده من يعمل في الخفاء من السجن بل هناك العديد والتحقيقات جارية لردع كل المتورطين حسب كلامه فأكيدا أن التحقيق لا يزال حاليا جاريا للكشف عن كامل التفاصيل وعيدا الشعب معرفة وإطلاعه على كل شيء حيث تلعب العصابة المحبوسة ورقتها الأخيرة وتتخبط من خلال صرف مبالغ طائلة من أجل محاولة التأثير على العدالة والضغط على الجزائر وحتى تلمع صورتهم على أسس أنهم محبوسين ظلما ويبدو أن هذه الأسباب هي الهدف وراء أدف عالي حدد لتلك الأموال طائلة للوبي ضغط أمريكي مقرب من ترامب مع العلم أن علي حدد في ورطة كبيرة خصوصا مع فتح تحقيق حول هذه القضية كما نفأ أن يكون استغل علاقته القوية وصدقته مع سعيد بوسفليقة في الحصول على المتيازات بينما أكد كلام القضية بخصوص 327 مليار سنتيم قيمة مشروع الحادرة الصناعية بالبخاري و457 مليار لحادرة عنو السيرة فمن هنا بدأت الأرقام الضخمة والمدهشة حيث أكد أيضا أن قيمة الصفقات التي استفادوا منها لدى وزارة الموارد المائية قيمتها 14,556 مليار سنتيم ثم شرعت القضية في سارة عدد كبير من المشاريع بمختلف الولايات التي استفادوا منها بشكل مشبوه خصوصا مع تربعهم على العديد من القطاعات ومسير كل ذلك النفذ والامتيازات الضخمة هذا وعد اسم وزيرة البارد وتكنولوجيا الاتصاله دائما فرع بقوة خصوصا وأنها متهمة معهم في قضية فرعية على إتر استفادتهم في عهدتها من امتيازات ضخمة حسب ما كشفت صحوف محلية وتسببت في خصائر بالمراير للخزينة العمومية فما تم الكشف عنه من املك وامتيازات ضخمة تحصل عليها لحد الان هو جزء بسيط جدا وسيتم الكشف عن باقي الامتيازات الضخمة التي تحصل عليها ايضا فمع العلم ان اويحيا والسلطة